يا صباح الخير ويا مساء الخير متابعيني وينما كنتم أتمنى أنكم بخير وصحة وعافية أموركم كلها تمام يا رب وفي مقولة أحبها كثيرا تقول جهاد العشرين ولا ندم الأربعين عميق صح يا جماعة اسوال حلقة اليوم إلى متى ستستمر في تضيع وقتك إلى متى تبقى تتمنى وتحلم وتريد دون عمل أو سعي أو العمل بالأسباب والإجتهاد إلى متى اليوم أجد الكثير من الشباب معظم وقتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إما على التكتوك يشاهدوا لايفات ويتابعوا ترندات تافهة اعذروني على الكلمة أو على الانستغرام من ستوري لستوري ويشاهدوا الريلات والمشاهير ومشاكلهم وطلاق فلانة زواج فلانة فلانة سافرت فلانة نشحت فلانة عملت فلانة سوت أو على اليوتيوب أو منصات أخرى يتابعوا مسلسلة تركية أو كورية أو أيا كان إلى متى وقتهم ضايع حرفيا لا قاعدين يضيفوا لنفسهم ولا لشخصيتهم ولا المستقبلهم ولا شيء وقتهم قاعد يضيع بدون فائدة هذا الوقت الثمين اللي لازم يستثمروه في التطوير من نفسهم في العمل في الاجتهاد في السعي في التعلم سواء لغة مهارة حفظ القرآن لا أعرف أنا أن يشاركوا في جمعيات أو يبحثوا عن مثلا فرص عمل أو أماكن للتطوع أو أيا كان أو يعملوا مشروع يشتغلوا أي شيء المهم أنهم لا يضيعوا وقتهم بدون فائدة فإلى متى تستمر على هذا الوضع إلى متى تبقى أنت مشاهد فقط إلى متى أنا قلت من قبل وأعيد وأكرر هؤلاء الناس اللي أنتم تتابعوهم سواء كان مشهور فنان أيا كان أيا كان نوعه أنت بمشاهدتك لي قاعد تدخله فلوس قاعد تضيف له قاعد تخليه يصير مشهور أكثر وتكلموا ناس ويطلبوا شركات مهمين ويمضي على عقود وهو أصلاً قاعد يشتغل على نفسه نسوي شيء لنفسه أما أنت ماذا فعلت في حياتك يا أخي أجد بعض البنات أو الأولاد أو مهتمين وعايشين حياة فنان أو مشهور أكثر ما عايشه لنفسه متابع كل خطوات حياته ولو سألته هو نفسه عن حياته حيقول لك والله ما أدري مخليه على الله الله قال لك اشتغل وأعمل واتعب أنا معك بعد يجي التوكل مش أنا كل وقتي في السوشال ميديا بلا فائدة وأضيع في وقتي أو نائم أو في الصهارات أو في الطلعات وكذا وقل يا ربي والله أنا حاب أتوظف في المكان في المنصب الفلاني أو حاب أسافر المكان الفلاني أو حاب أعمل المشروع الفلاني أو 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 فقط كلام بدون فعل بدون سعي بدون تحب فلازم أنك تشتغل على نفسك اصحى على نفسك اصحى بدري أولا أنا عن نفسي والله أتكلم عن تجربة وأنا دايما أقولها وأوكرر أنه كل شي أتكلمه هنا ليس بشيء مكتوب أو مخطط له هذا كلام من القلب إلى القلب أحب هكذا أجلس معكم وأحدثكم وشارككم تجاربي لعل تكون فائدة لكم فأنا أذكر أنه كان نومي خلبط يعني كنت أصهر مدمنة صهر لمدة خمس سنوات وكنت في الصبح أصحى بدري ووقتي ما يكون إنتاجي لأنه أكون تعبانة وكنت دايما على عصابي لأنه مش واخذة الكمية أو وقتي الكافي من النوم فكنت دائما على عصابي متوترة وكذا وحتى في الليل ما أرجع أنام لا أكمل صعر فأتخيل كمية الإرهاق والتعب اللي بسويه لجسمي فوالله لما نظمت نومي حياتي تغيرت حرفيا صرت أكثر إنتاجية ووجهي نور وحياتي كذا فكل شي تغير في حياتي ناموا بدري قليكم للصهر والليالي والمسلسلات اللي بتصهروا عليها للفجر أو الصهرات وطلعات بلا فائدة وأي شي ضيع لكم وقتكم لو حتى خمس ثواني أقضيها في مكان ما رحي ضيف لي ما رح أقضيها وقتي ثمين أضيع ما عندي وقت أضيع فعدلوا نومكم اصحوا بدري صلوا الفجر اقروا قرآن حافظوا على وردكم اليوم ادخلوا حتى لو في ناس كثيرة يقول لي أنه أنا ما لاقي وظيفة أوكي أصحى بدري صلي اقرأ وردك وقعد في مكانك تشيك وقعد ودخل في اللابتوب تبعك أو في الآيباد أو في التليفون أين كان وابحث عن دورات في الانترنت في كثير طرح الانترنت بحق في كثير من الدورات المجانية في كل المجالات ودرس وطور من نفسك اسمح بودكاست اقرأ شي فيدك روح القهوة واخذ معك كتاب وقرأ ما عرف وقعد في مجلس علم مجلس ناس مثقفة صاحب ناس مثقفة ناس واعية ناس تضيف لك في حياتك غير حياتك غير روتينك غير بيئتك غير المحيط غير الناس اللي ضاهرين بيك دائما طور من نفسك اشتغل على نفسك اعمل بالاسباب ولأنه للأسف أصبحنا نعيش في عالم مزيف بعيد كل البعد عن حقيقتنا عالم تهيمن عليه الصورة ومظهر وهيمنات مظاهر تظهر حياة مثالية لا وجود لها إلا على الشاشات في هذا العالم ضاع الكثير منا فنسينا أنفسنا وأهدافنا الحقيقية وبدل من أنه نعيش حياة مليئة بالإنجازات واللحظات الحقيقية حياة بسيطة تشبهنا نحن كما نحب ونرضى نجد أنفسنا علغين في دوامة المحاكات والتقليد والسوشال ميديا للجماعة ليست مجرد مضيعة للوقت فقط بل هي قيد يعيق تقدمك في كل المجالات حياتك حرفيا عندما تتابع حياة الآخرين خاصة المشاهير تصبح غارقا في متاهات لا تعنيك وحياة لا تخصك وتفقد تركيزك على ما هو مهم بالنسبة لك اللي هي حياتك اللي أنت تصيل لا تعرف عليها شيء تصبح مقلدا لا تملك لا شخصية مستقلة ولا أي شيء تتخلى عن أفكارك وأهدافك لصالح تقليد حياة الآخرين اللي للأسف للأسف لا تعرف عن حقيقتها شيء سوى ما تراه على الشاشة وتظنه حقيقة فإذا أردت أن تخرج من هذه الدوامة عليك أن تعود إلى نفسك تكتشف قهودك وتستثمر وقتك أعيد وأكرد تستثمر وقتك فيما يفيدك ولأن الحياة قصيرة جدا وعمرنا يمضي بسرعة في يوم من الأيام ستصل إلى مرحلة معينة تجد نفسك تنظر إلى الوراء تراجع شريط ذكرياتك هكذا لتكتشف أنك لم تحقق شيئا حقيقيا وللأسف لا لحظات تذكر ولا إنجازات تشعر بالفخر بها فقط وقت ضائع في أشياء لا قيمة لها وعندما تأتي لحظة الإدراك تلك ما أمرها لا ندم ينفع تجد أن الوقت اللي ضاع منك لا يمكن أن يعود والفرص التي فاتتك لا يمكن استعادتها وصح أن الخروج من منطقة الراحة ليست سهل وخاصة عندما تكون غير معتادة على التغيير لكن يحتاج إلى صبر اجتهاد إرادة قوية الطريق ليس ممهد أعرف لكن إن كنت تؤمن بنفسك وقدراتك على التقدم فإنت قادر على التخطي الصعاب وتذكر أنه والله والله الإنشغال نعمة فإشغل نفسك وإملأ وقتك بما يفيدك قراءة القرآن وحفظه إذا وفقك الله سبحانه وتعالى تعلم لغة جديدة اكتسب مهارة مثل مثلا لو كانت لديك مهارة أو هواية أو كنت تحب أن ترسم تكتب لا أدري أي شيء المهم شيء يفيدك ويضيف لك لماذا؟ أو ممارسة الرياضة المهم أن تجد شيئا يعز قيمتك ويطورك لا أتحدث هنا عن المثالية وأن تكون منتج كل اليوم وأنه تكون واو حياتك بيرفكت لا فالحياة ليست دائما وردية لكن الأهم هو أن لا تترك نفسك لدوامة الفراغ وهو وهم السوشال ميديا والضياع والتياه وأن وقتك يكون هكذا ضائع بلا فائدة حيث أنك لما ضيع وقتك في متباعة الحياة الآخرين بينما حياتك تتلاشى من بين يدك مثل ما قلت لك سيأتي يوم ثندم حيث لا ينفع الندم وتذكر دائما أن وقتك وقتك حرفيا هو رأس مالك الحقيقي فاستخدمه بحكمة واجعل كل لحظة خطوة نحو الأفضل فكل خطوة صغيرة اليوم تقربك من شخص أفضل غدا وقبل أن أختم حلقتنا اليوم في عمر العشرينات نحن في مرحلة الزرع وليس وقت الراحة أو الانتظار كل لحظة نضيحها اليوم هي فرصة ذهبية لن تعود والسعي والعمل والاجتهاد الآن هو ما سيحدد شكل حياتك في المستقبل لا تدع التسويف أو السوشال ميديا تسرق أحلامك فالوقت هو أثمن ما تملك فعمل على تطوير نفسك طارد أهدافك كن النسخة الأفضل من نفسك لأن هذا العمر هو عمر البناء عمر السعي للهدم تذكر دائما ما تزرعه اليوم ستحصده غدا فابدأ الآن ولا تنتظر وزي ما قلت وأكرر وأعيد دائما جهاد العشرين ولا ندم الأربعين وبأنك وصلت لجزء الأخير من الحلقة اليوم عزيزي المستمع أتمنى أنها كانت حلقة مفيدة وأتمنى لك التوفيق والنجاح وأن تكون يوما ما ما تريد نجما متألقا بعيدا دمتم بخير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر